موسيقى مشاهدين الكرام سلام الله عليكم و أهلا بكم في آخر طبع على وقع تقدم مسلحي تنظيم داعش في عين العرب ترتفع تحذيرات منظمات حقوق الإنسان من وقوع مجزرة في المدينة تركيا لم تحرك ساكنا على الرغم من الاستياء العارم لكردها من تصرف أردغان بينما تحالف أصدقاء أمريكا يوجه ضربات لقواعد التنظيم على حدود المدينة على استحياء وكأن قرار استباحة كوباني تم الاتفاق عليه كما استبيحت وتستباح مدن وقرى سورية وعراقية من أمواج الإرهاب المتعددة الجنسيات والعابرة للحدود والمفبركة في غرف الاستخبارات المظلمة اليوم تنشغل الصحافة العربية وحتى الغربية بتحركات التنظيم وتمدده ونتائج التحالف وأثاره وتداعيات الموقف التركي وسلبياته على تركيا والمنطقة بشكل عام للحديث عن هذه المواضيع أرحب في هذه الحلقة بالسيد زيد العيسى الباحث والمحلل السياسي الذي ينضم إلينا من لندن أهلا ومرحبا بك سيد زيد أهلا وسك وشكرا على الاستضافة الكريمة من قناة الميادين سيد زيد كما تحدثنا في مقدمة هذه الحلقة سأبدأ بالموضوع الأكثر الذي يشغل بال الصحافة العربية والأجنبية هذه الأيام وهو موضوع عين العرب برأيك هل هناك مصداقية لدى التحالف تحالف أصدقاء أمريكا بإنقاذ عين العرب من براثن الإرهاب الداعشي أم لا بالتأكيد لا توجد أي مصداقية لإنقاذ هذه المدينة المنكوبة التي تتعرض لهجمات من هذا التنظيم المجرم الشرس الذي يريد ذبح الأهالي الموجودين في داخلها لأنه جزء أساسي من هذا التحالف أو مكون أساسي كما تريد أمريكا إدخاله هو تركيا التي يعوض في الناتو وعندها ثاني أكبر جيش في الناتو لا تحرك ساكنا بل هي تمنع المقاتلين الأكراد من حزب العمال الكردستاني والأكراد الموجودين داخل تركيا من التوجه لمؤازرة إخوانهم والمدافعين على هذه المدينة مع أنه التحالف وأمريكا تصف هؤلاء المقاتلين الموجودين في داخل مدينة عين العرب بأنهم مقاتلين أشداء وينقصهم لكن التسليح وينقصهم الدعم اللوجيستي فالضربات الموجودة الأمريكية جاءت متأخرة من التحالف والضربات كعادتها هي ضربات شكلية ضربات رمزية وضربات توصف بأنها مجرد تأديبية أو ترويضية لداعش الضربات الحقيقية رأيناها بكثافتها وشراستها وشدتها نفذت في منطقة وحيدة من العراق وسوريا وهي منطقة كردستان لمساعدة ومؤازرة البشمرقة ومؤازرة حكومة الأقليم التي تعتبرها أمريكا هي حليف استراتيجي وقوات البشمرقة يمكن الاعتماد عليها بينما رأينا الضربات في داخل العراق وفي داخل سوريا في المناطق هي مجرد ضربات شكلية ورمزية لا يقصد بها إضعاف داعش أو تغيير الموازين قبل أن ندخل في أبعاد الموقف التركي لو سمحت هل من تفسيرات معينة لماذا هذه الضربات الأمريكية على حدود عين العرب ضربات شكلية ولا تؤثر في الواقع من شيء لأن هناك فيتو هناك فيتوان في المنطقة في داخل سوريا هناك فيتو تركي موجود أنه لا يجب مساعدة هذه القوات الكردية وهي مجموعات دعم الشعب الكردي لأن هذه تعتبر امتداد بالنسبة لتركيا تراها لحزب العمال الكردستاني بل أن حزب العمال الكردستاني تدرب في هذه المناطق وتركيا تضع خط أحمر يجب إضعاف هذه القوات وهذه فرصتها ولذلك تطارب مناطق عازلة وتكون محمية مناطق يمنع بها الطيران مناطق حماية حتى يتم إدراج القوات السورية للدفاع عن أراضيها وبذلك تدخل في حرب مباشرة بين حلف الناتو وبين سوريا وبذلك تحقق تركيا مآربها من السيطرة على هذه المناطق هناك كذلك فيتو سعودي واضح وأساسي ودخلت السعودي في هذا التحالف بغرض واحد التغطية على نفسها وتغطية على تمويلها وتسليحها لهذه المجموعات الهدف الثاني كان إظهار نفسها بأنها الضحية وبأنها المستهدف من الأرهاب وأنها تعمل على مكافعة الأرهاب بينما هي التي قوت ومولت وسلحتها لكن دعني أقول الهدف الثالث الأساسي هو دخول هذا التحالف حتى يكون لها فيتو ويكون لها تأثير واضح وقوي على القرار في داخل هذا التحالف بمنع توجيه ضربات مؤذية ومؤثرة ومدمرة وتكون مجرد الضربات هي تأديبية وشكلية ورمزية لداعش حتى تضمن أن هذا السلاح أو الذراع العسكري كما تعتبر داعش بالنسبة للسعودية لا يتم تهميشها قبل إسقاط النظام السوري الهدف الأساسي بالنسبة للسعودية وبالنسبة للتركيا هو إسقاط النظام السوري وحماية داعش لتلك اللحظة حتى تستخدم كسلاح أساسي في هذه المعركة وهذا ما أعلنوا عنه بوضوح سنستكمل بالطبع هناك العديد من المحاور التي سنترحها خلال هذه الحلقة ولكن اسمح لي قبل كل هذا أن نقف مع عنوين الصحف والزميلة هبط الله بطار أهلا بكم نستهل هذه الجولة مع صحيفة عمان وجاء فيها داعش يسيطر على المربع الأمني للأكراد في عين العرب غرتان جديدتان للتحالف على مواقع لجهاديين أيضا في صحيفة عمان المسائل العالقة قد تمدد المحادثات النووية الإيرانية إسرائيل تحد من دخول الفلسطينيين لأداء صلاة الجمعة ثلاثة مسؤولين يدعون أوروبا إلى الاعتراف بدولة فلسطينية إلى صحيفة البناء اللبنانية وجاء فيها مصالحة وتقاسم أدوار بين تركيا والسعودية يحل الخلافة مع قطر ومصر أردوغان يرتضي قرار واشنطن تسليم الرياض ملف التفاوض مع إيران تأكيدات على مطالبة داعش والنصر بخصوصية أمنية لمخيمات النزوح وعرسال قاسم المطالبة بخروجنا من سوريا كالمطالبة بإلغاء المقاومة ضد إسرائيل الأمم المتحدة تدعو تركيا إلى السماح للمتطوعين بدخول عين العرب طهران تحذر واشنطن وإسرائيل من إسقاط النظام السوري بذريعة محاربة الإرهاب مسلم هناك انتقائية في التعامل مع الكرد والتعاطي الدولي مع قضية الكوباني مثير للشكوك ننتقل الآن إلى صحيفة الشرق الأوسط ونختار من عنوينها البشير للشرق الأوسط إغلاق المراكز الإيرانية ليس تمويها للخليجيين الرئيس السوداني نجحنا في إزالة الفتور مع السعودية الحوثيون أخطر من داعش قطرية ضمن صفقة التفاوض حول العسكريين اللبنانيين المخطوفون محتجزون في منزل مفخخ وطعامهم خبز وأرز داعش يهدف إلى حصار كامل لكوباني آن باترسون للشرق الأوسط المبعوث الدولي لديه أفكار حول سوريا سيناقشها مع الروسي والإيرانيين أما الآن فإلى الجزائر مع صحيفة البلاد وفيها القضاء وعلى خمسة إرهابيين وتوقف آخر في البويرا وتيارت الجيش يفعل حملته العسكرية ضد فلولهم وزارة الدفاع وحداتنا كلها إصرار وعزيمة عن اجتفاث الإرهابيين القاهرة ممتعدة من تقدم الدبلوماسية الجزائرية في الملف الليبي حديث عن نقل جلسات لمشن بالفرقاء الليبيين إلى مالطة وأيضا في البلاد حنون ترجع ذلك إلى فشلهما الزج بها في الربيع العربي وتصرح واشنطن وباريس تضغطان بداعش على الجزائر أما الآن فإلى صحيفة القدس العربي ونختار من عنوينها أبو خطاب جهادي كردي من حلبجة يقود هجوم الدولة الإسلامية على كوباني مؤتمر إعادة أعمار غزة يلتأم غدا وحكومة التوافق تتسلم السلطة على المعابر بحضور عباس والسيسي وثلاثين وزير خارجية بينهم كاري مسؤول عراقي داعش تحاصر مئتين قرية على نهر الفرات خطف شيخ عشائر السعدون السنية في البصرة أما الختام مشاهدين فمع صحيفة الرأي وجاء فيها الشرطة التركية تطلق رصاصا حيا على المحتجين والقتل ثلاثة وثلاثون الاستخبارات الأمريكية الضربة الصاروخية ضد خراسان لم تقتل جميع قادتها وفي الختام نوبل للسلام للباكستانية ملالا والهندي كايلاش للنضالهما ضد قمع الأطفال وحقهم في التعلم ما هذا العنوان نصر إلى ختام هذه الجولة نعود الآن إلى الزميل ملحم لمتابعة برنامج آخر طبعة شكرا للزميلة هبة طلابي طار على هذا الاستعراض السريع لعنوين بعض الصحف العربية سيد زيد يعني تحدثت قبل استعراض عنوين الصحف عن تواطئ إنجاز التعبير أمريكي تركي سعودي لإقامة منطقة عازلة ولكن هناك تردد أمريكي واضح في هذا الموضوع هل تعتقد أن هناك فرص حقيقية لإقامة تلك المنطقة في ظل التردد الأمريكي وفي ظل الرفض الروسي والإيراني؟ في الحقيقة هناك صحيح هناك تعرف أمريكا أنه سوف يكون هناك فيتو في مجلس الأمن إذا ذهب قرار مشابه لأن روسيا استخدمت الفيتو ثلاث مرات وتعرف أنه يوجد هناك رفض إيراني كبير ولا يمكن تجاوزه لهذه المسألة أمريكا تعرف أن الحمل الأكبر سوف يقع على عاتقها في إطار تشكيل مثل هذه المنطقة منطقة عازلة ومنطقة العازلة يجب أن تحميها منطقة حضر جوي وهذا الحضر الجوي معناه مواجهة عسكرية مباشرة ولكن أمريكا تعرف الحقاق على الأرض وقالها بايدن قبل أيام وقالها وأكد أن هذا الدعم والتمويل السعودي الترك من حلفاء الأساسين الذي نعتبره المشكلة الأساسية في سوريا ذهب إلى داعش وذهب إلى جبت النصر وأشعل حرب طائفية التي أرادوها وقال أن سعودية وترك الجزء من هذا في إشعال حرب طائفية شيعية سنية وذلك حماية نفسها من موجة الربيع العربي التي اشتاحث المنطقة بإظهار نفسها أمريكا تعرف أن القوة الأساسية الموجودة والتي يحاربها النظام والحكومة السورية هي قوة إرهابية من داعش وبالتالي سيد زيد هل ستتجه الولايات المتحدة الأمريكية سوف يسلم سوريا بهذا الاتجاه أم لا أنا في اعتقادي في هذه المرحلة تعتبر أمريكا أن المرحلة متقدمة ولهذا تريد إنشاء قوات بديلة هي لا تريد الآن أن تسلم سوريا بالكامل إلى داعش السعودية وتركيا لا يهمها حتى لو سلمت سوريا إلى داعش الأولوية الأولى بالنسبة لها يسقاط النظام السوري القضاء على هذا النظام القضاء على المقاومة في هذه المنطقة والانتقال كذلك إلى العراق ولهذا نجد الضربات كذلك الأمريكية في العراق في مناطق الحكومة المركزية كذلك خجولة وضعيفة ومترددة وازداد الوضع سوءا مع بدء هذه الضربات حيث رأينا أن داعش استلمت الرسالة هناك مناطق عليها خطوط حمراء مثل المنطقة الكوردية في شمال العراق تركيز وكثافة وشدة هذه الضربات أعطت رسالة مباشرة لداعش وكذلك الرسائل المباشرة موجهة من السعودية وتركيا أن هناك مسار وخطة طريق واضحة لتوجه داعش أنه يجب أن تتجه باتجاه بغداد وباتجاه منطقة الأنبار يجب إفراغ الجيش العراقي من منطقة الأنبار والموصل لأن الأنبار والموصل يجب أن يقوم بها أقليم هو في الأساس دولة هذه الدولة يكون لها جيشة وهذا ما يسمى بالحرس الوطني ويكون لها سياستها الخارجية التابعة للسعودية وتكون منفذة وأداة طيعة في أيد السعودية وذلك لمحاربة ما يسمى بالنفوذ الإيراني واستخدام كذلك داعش في العراق لإخضاع الحكومة العراقية للإملاءات ولكل الأوامر وإرجاع النفوذ الأمريكي واستخدام داعش ضد إيران وإلهاء إيران في هذه المسألة ولهذا رأينا أن الاستراتيجية السعودية بعد فشلها في إسقاط النظام في سوريا وسعت في 2013 لتشمل العراق وذلك الإشغال للعراق وإلهاء العراق وإرجاع كل المجموعات العراقية التي ذهبت للدفاع عن الحكومة السورية الشرعية المنتخبة إرجاعها للعراق وهذا ما تعمل عليه السعودية الآن لنقل كذلك داعش إلى لبنان وذلك الإجبار حزب الله لترك سوريا والرجوع كذلك للدفاع عن مصالحه في لبنان هذه هي الاستراتيجية السعودية ولهذا يجب المحافظة على داعش وحتى لو تمكنت داعش من السيطرة في سوريا هذا لا يهم بالنسبة لها لكن أمريكا تخشى وتعرف أن الأرضية غير مهيئة ولهذا أعطت مكسب للسعودية وهو تدريب ما يسمى بالقوات المعتدلة وذلك نقلها إلى السعودية حتى تكون ولاءها وتبعيتها كاملة تحت أشراف السعودي وهذا ما أغضف المنافسين الأتراك الذين أرادوا نفس الشيء ورأينا أمريكا تعطيهم البارحة نفس هذه المسألة بأنهم تعطيهم صلاحية تدريب هذه القوات ما يسمى بقوات معتدلة عندما اعترف بايدن في سؤاله من أحد الطلبة في جامعة هارفد قال لا توجد مشكلتنا منذ البداية في سوريا لا توجد هناك قوات معتدلة في سوريا المجموعات متطرفة ومتشدلة من جبهة النصر ومن داعش وهذا اعتراف صريح وواضح طيب المخطط التركي كما تحدثت عنه بإسهاب واضح ولكن فيما يتعلق بالأشياء الكردي أيضا التركيا تستخدم داعش لضرب أكراد سوريا في ناحية من النواحي هل تعتقد أنه فقط المخطط التركي ينحصر في موضوع إفشال الإدارة الذاتية في شمال سوريا أم أنه هناك أبعاد أخرى بالنسبة لتركيا المسألة واضحة الحلفاء الأساسين الوحيدين التي ترضى عنهم أمريكا وترضى كذلك عنهم السعودية هم الأقليم الكردي في شمال العراق هذه منطقة حليفة أساسية أكراد سوريا ومجموعات الدفاع الشعبي السورية المتواجدة في منطقة كوباني وفي الشريط الحدودي هذه مجموعات بالنسبة لتركيا وقد قالوها البرحة النائب الرئيس عن حزب التنية والعدالة التركي قال أن هذه مجموعات إرهابية تحارب داعش الإرهابية أي أن الإرهاب حارب بعضه هذه هي الدعم الأساسي وهي التي خلقت في رأي تركيا حزب العمال الكردستاني في داخل تركيا الذي يعتمد عليها اعتماد جذري ولهذا هي تمنع حتى مع مناشدات الأمم المتحدة دعوا حزب العمال الكردستاني يتحرك من تركيا والمتطوعين الأكراد لا تتدخلوا بل دعوا هؤلاء المتطوعين يذهبون هذه قوة أمريكا لن تدعمها لأنها تعرف أنها مرفوضة وعليها فيتو تركي مثل القوة الجيش العراقي في داخل العراق هذه لن تدعمها أمريكا وترفض دعمها في الأنبار وفي الموصل لأن هذه تعتبرها ولاءها خصوصا بعد دخول الحشد الشعبي بعد فتوة المرجعية تعتبر هذه ولاءها أكثر إلى إيران وهي تحسب على إيران وهناك فيتو سعودي على دعم أي قوات العراقية في منطقة الأنبار التي يجب أن تسقط بالكامل ولهذا نستطيع أن نبرر هذا الزخم والهجوم من داعش مع وجود الضربات الخجولة والضعيفة في منطقة الأنبار والرمادي والتقدم نحو بغداد وكذلك الهجوم على منطقة الظلعية والهجوم على بيجي الذي تضاعف وازداد مع الضربات الأمريكية أي الضربات الأمريكية هذه مؤشرات ورسائل واضحة إلى داعش أنه لا توجد خطوط حمراء في هذه المنطقة فعليكم تغيير وجهتكم وأنا في رأيي أن المشروع أمريكا تعرف أن المشروع السعودي لتحويل القاعدة من أدى كانت تستهدف أمريكا إلى أدى محلية وقليمة وهذا ما اعترف به دمسي عندما قال أن داعش لا تعتبر تهديد للداخل الأمريكي وإنما هي تهديد أقليمي تهديد أقليمي ومنطقي أي تحولت السعودي مشروع تحويل القاعدة إلى أدى محلية أقليمية لضرب خصومة الأساسية وهو خصومة الأساسية في المنطقة يعتبر إيران ومشروعها المقاومة نعم اسمح لي أن نتوقف الآن مع فقرة إقراء الحدث ومن ثم سنتابع هذا الحوار معك سيدا البناء اللبنانية مصالحة بين تركيا والسعودية تحل الخلافة مع قطر ومصر انتهى الخلاف التصادمي بين حكومتي أنقرة والرياض وضمنا انتهى معه العداء السعودي القطري وانتهت المواجهة التركية المصرية هذه الخلاصة قالها للصحيفة مرجع ديبلوماسي عربي وأول نتائج التفاهم بحسب المرجع هي عودة الروح إلى المصالحة الفلسطينية وانطلاق عجلة الحكومة الجديدة وهو ما لم يكن ممكن حدوثه من غير التفاهم السعودي التركي وتأثيراته المصرية والقطرية محاور التفاهم التي تشير إليها المعلومات تطال ترحيل الإخوان المسلمين من قطر مقابل تعوضات مالية هائلة تتولها قطر والسعودية وهب سعودية للحكومة التركية بستة مليارات دولار لتغطية نفقات مشاركتها في الحرب على الحدود السورية والعراقية ببعديها الهدفين إلى إشغال داعش عن التفكير بالتوجه نحو المملكة والقتال ضد الجيش السوري الحياة عبدالله جول نخشى تقسيم سوريا أعرب الرئيس التركي السابق عبدالله جول في حوار مع الصحيفة عن أسفه لأن الرئيسين صدام حسين وبشار الأسد رفضوا نصائح التركية التي وجهت إليهما وعن ألمه لما حدث بين مصر وتركيا متمنيا لو كان الخلاف هديا وأشار جول إلى أن المناطق العزلة داخل بلد آخر لا تفرض إلا عبر قرار من مجلس الأمن أو من خلال إعلان الحرب على تلك الدولة وفرضها بقوة السلاح وعن الخوف من احتمال تقسيم سوريا قال نعم بالطبع نحن نخشى ذلك والواقع الآن يقول أن التقسيم حاصل على الأرض حاليا كأمر واقع وأشار جول إلى أن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو حمل سابقا إلى رئيس بشار الأسد أكثر من رسالة واقتراح بينها واحد ينص على الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة مع إعلان حزمة إصلاحات وقال إن بلاده كانت تتوقع فوز الأسد كما شدد على ضرورة مكافحة الإرهاب في المنطقة السفير اللبنانية تحالف قبلي تكثري للانقلاب على أنصار الله يلخص عدو المكتب السياسي لحركة أنصار الله ضيف الله الشامي للصحيفة المطالبة المطروحة بعد سلسلة تطورات أساسية في اليمن تتمثل في ثلاث نقاط هي دعوة رئيس الجمهورية لتنفيذ اتفاق السلم والشراكة والالتزام بأسماء تم التوافق عليها لاختيار رئيس للحكومة منها وتعزيز الإجراءات الأمنية لضبط الجهات العبثة بالأمن واتهم الشامي قوى إقليمية بالسعي لتشكيل تحالف ضد أنصار الله موضحا أن بعض دول الجوار لا تريد القبول بفكرة خسارته نفوثها خصوصا الارتباطات بعائلة ألي الأحمر وعلي محسن الأحمر تحديدا الذي يعتبر بمثابة الجناح العسكري لحزب التجمع اليمني للإصلاح إضافة إلى التنظيمات التكفرية وقال الشامي نعم إنهم يحاولون تجميع العصابات المتناثرة ضدنا سيد زيد اليوم نشهد مظاهرات في عدة محافظات في تركيا هل تعتقد بأن حزب العمال الكردستاني سيضع خلف ظهره الاتفاق مع الحكومة التركية وسينتقل إلى العمل العسكري ربما في الداخل التركي وما تأثير المغامرة إنجاز التعبير الأردغانية على حزب العدالة والتنمية تحديدا في الحقيقة لقد بدأنا نرى بكل وضوح الآن أن حزب العمال الكردستاني ورأينا هناك عمليات بدأت وهذه العمليات عسكرية أي أن الاتفاق وقد قالها سعيمه بكل وضوح إذا سقطت مدينة عين العرب فتوف تلغى كل الاتفاقات على السلام بين تركيا وبين الأكراد جميعا يعني الأكراد الموجودين في داخل تركيا وكذلك الأكراد الموجودين في داخل سوريا رأينا بدايات هذا ورأينا مظاهرات عارمة مستمرة في مدينة أنقر وكذلك في منطقة إسطنبول رأينا استخدام القوة المفرط واستخدام السلاح فعندما يقول أورديغان نصحنا الرئيس السوري ونصحنا الرئيس بشار الأسد بعد استخدام القوة نراه لا يطبق ذلك في بلده بل أن مظاهرات سلمية خرجت بالفعل سلمية مناهضة ومطالبة فقط بتدخل ومطالبة بالسماح لهذه الجماهير والمتطوعين بالذهاب للدفاع وإنهاء أو الحلولة دون حصول مجزرة تقاوم بالسلاح الحي ويسقط القتلى في شوارع إسطنبول وأنقرة فهو يعطي الدروس والبحاظرات لبقية رؤساء الدول ولكنه لا يطبق في بلده طيب ولكن الحجة التركية أو الذريعة التركية ربما تكون منطقية لدى البعض تركيا تقول بأن ما يجري في عين العرب هو داخل أراضي السورية لذلك لا تستطيع أن تتدخل فيما لا يعنيها لأن أي تدخل يعتبر تدخل في شؤون الغير وهي تحاول حماية حدودها لا أكثر ولا أقل لماذا دائما يلقى اللوم على تركيا ولا يلقى اللوم على التحالف الدولي الذي فيه أكثر من خمسين دولة وعليه حماية الأكراد وفقه أو ربما ليس الأكراد كل الأقليات داخل سوريا وداخل العراق وفق الالتزامات التحالف في الحقيقة هذه حجة مضحكة مبكية هو الذي قام تركيا هي المعبر الأساسي للمسلحين والمتشددين والمتطرفين الوهابين والسلفيين الذين ينتمون إلى جبهة النصرة وإلى داعش دعنا لا ننسى أن النصرة وداعش هي تنظيم واحد وهذا ما قاله أبو بكر البغدادي قبل أن يفترق التنظيمين لصراع ليس آيديولوجي ولكن صراع على السلطة تركيا سهلت مرورهم وساعدت مرورهم وكان التسليح والتمويل والدعم والرواتب تأتي من السعودية بالأساس ولكن تركيا دورها الأساسي هو الدعم اللوجيستي واستقبال المرضى والجرحة ورأينا صفقة التبادل 46 محجوز من القنصلية تركية في الموصل تم الدالم بصفقة مشبوهة وكما صرح أورديغان باستخدام الدبلوماسية وباستخدام السياسة فكيف يستطيع هو وحده استخدام الدبلوماسية والسياسة مع مجموعات مثل داعش لا تفهم الدبلوماسية ولا تفهم السياسة هو الذي فتح بلده ولكن هذه الصفقة التي تتحدث عنها سيد زين هي ضمن التسريبات هي ضمن التسريبات الإعلامية لا أكثر ولا أقل أنا فقط أؤكد ما قاله أورديغان قال أنها باستخدام الدبلوماسية وباستخدام السياسة وباستخدام كذلك النفوذ هذا يدلل فعلا على أن القاعدة أو داعش وجبت النصر مدينة له باعتباره الممر الحيوي والأساسي الاستراتيج والرأة التي تتنفس بها وها نحن نرى أن مستشفيات تركيا تعج بالمصابين المصابين من داعش وجبت النصر الذين يرجعون إليه وكذلك هو يتحجج بوجود خلايا هذه الخلايا هو التي سمح لها في الدخول في التركيا واستخدام كذلك المطارات التركية لنقل صفقة الأسلحة الكرويجية وغيرها من صفقات الأسلحة التي اعترفت بها العربية السعودية التي قالت وذلك صحيفة قناة العربية قالت نعم هذه الصفقة موجودة وتم نقل هذه الأسلحة فهو سمح لكل هذا لماذا لا يسمح للمتطوعين الأكراد مجرد المتطوعين الأكراد مع أسلحتهم بالذهاب والتوجلات وهناك مطالب دولية أي ستيفان دمستورا يطالبه بذلك أي هناك تصريح دولي بهذه العملية صحيح اسمح لي أن أنتقل إلى فاصل ومن ثم سنعود لنتحدث أكثر في أشياء العراقي مشاهدين الكرام فاصل ونعود ابقوا معنا من جديد أرحب بكم مشاهدين الكرام نستكمل هذه الحلقة من آخر طبعا مع السيد زيد العيسى سيد زيد يبدو أن داعش على وشك السيطرة على محافظة الأنبار وهذا حقيقة يعد ضربة للتحالف من جهة وللحكومة العراقية من جهة هل مشهد الموصل يتكرر الآن في الأنبار وما هي تداعيات هذا الموضوع في الحقيقة المشهد يتكرر ولكنه ليس ضربة للتحالف هذا جزء من الخطة الاستراتيجية للتحالف وهذا تم بالتوافق بين أمريكا وبين السعودية منطقة الأنبار يجب أن تسقط بالكامل وتعتبر تهديد لبغداد يتم بواسطتها تحرك داعش للضغط على بغداد دائما مناطق التي سقطت الآن تحت ضربة مع وجود ما يسمى بضربات التحالف الدولي التي تعتبر ضعيفة وشكلية وقل تأديبية وترويضية هي لعادة ترويض داعش الذي انحرف على المسار هو إعادة توجيهه باتجاه الأهداف الأساسية لخطة الطريقة التي موضوعة من قبل السعودية بالتفاهم مع أمريكا لإرجاع النفوذ الأمريكي كاملا إلى العراق والحاجة إلى أمريكا دائما بحيث أنها لا تفقد نفوذها وتشكيل ورأينا أن حتى بعد تشكيل الحكومة لو كانت مسألة داعش طارئة وتهديد حقيقي بالنسبة لأمريكا لما بقت لمدة شهرين منذ احتلال الموصل لحد تشكيل الحكومة العراقية أي من عشر جون لحد يوم 14 تسعة حتى بعد تشكيل الحكومة العراقية واقفة وتتفرج على الوضع ورأينا أن تدخل التعالف الوطني دعني أقول وأكد أنه جاء بنتاعج أكسية لأنه بدأ يتدخل في غرفة عمليات مشتركة ويؤثر على تحركات الجيش العراقي وعلى الطيران العراقي وأمريكا تعطي الانطباع للعراق بأنها تساعدها ولكن أعتقد أنه تأثير سلبي لتحجيم تحرك القوات العراقية التي كانت تتحرك بفاعلية أكبر مع حرمانها من الغطاء الجوي بصورة متعمدة من قبل الأمريكان ورفض ضبط طائرات الأمريكية التي دفع ثمناه وطائرات الأباتشي وهذا هو الغرض الأساسي هو تحويل منطقة تفضل ولكن لو نظرنا إلى الموضوع بطريقة مختلفة بغض النظر عن الخطر الذي يمثله سيطرة داعش على الأنبار على العاصمة بغداد هناك أيضا من يقول بأن هذا ضمن المخطط التقسيمي للولايات المتحدة الأمريكية يعني غير الذي تتحدث عنه وهو عودة السيطرة الأمريكية مرة جديدة إلى المنطقة هناك مخطط تقسيم العراق إلى دولات دولة سنية ودولة كردية ودولة شعية ربما هذا صحيح ولكن هذا تحت إطار السيطرة الأمريكية هذا سوف يعطي سيطرة أكبر لأمريكا صحيح وهذا الهدف وقاله بايدن وأكد عليه وأضاف له حتى مع تشكيل الحكومة الجديدة أنه يجب أن تشكل قوات الحرس الوطني قوات الحرس الوطني هي أكبر خدعة هذه ليست حرس وطني هذه جيوش ومشابه لما قام بتأسيسه الأمريكان في المنطقة الشمالية في إقليم كردستان أي هي البيشبرقة تابعة للإقليم لا تأتمر بأوامر المركز له سياسة خارجية وهذا بنفسه الذي يتم تصميمه في منطقة الأنبار وفي منطقة أجزاء كذلك من صلاح الدين هي دولة داخل دولة أي تسمى إقليم تأخذ أموالها من الميزانية العراقية تحكم نفسها بنفسها لها جيش مستقل ينسق ويتعامل مع السعودية أي ولاءه السعودي مثل الجيش الذي يتم الآن التحضير له في سوريا وأمريكا هي المشرف العام ولكن الوكالة بيد السعودية هي المحرك الأساسي لهذه المنطقة سياسة خارجية لهذه الدولة أو الإقليم تابعة ومؤازرة لسياسة السعودية سيطرة على المطارات في داخل الإقليم والمعابر الحدودية أي دولة داخل دولة وتساهم هذه الدولة التي تسمى بالإقلام في حكم بقية العراق مثل ما وجد في إقليم كردستان ويحكم نفسه بنفسه ويساهم في حكم المناطق الأخرى تفهم لماذا؟ ما هو المردود الإيجابي لولايات المتحدة الأمريكية من كل هذا؟ المردود الإيجابي هو بعثرت وتشتيت أجهود في داخل هذه المنطقة إضعاف وتركيع وإخضاع ما يسمونه بالنفوذ الإيراني أو يسمونه كذلك بدول المقاومة والساندة لإيران بعثرت جهودها منذ كان التركيز على دعم سوريا رأينا الاستراتيجية التي قادتها السعودية توسيع ذلك بعد فشلها في سوريا نقله المعركة إلى العراق وبعد ذلك نقلها إلى لبنان إشعال حرب طائفية في المنطقة ووصولا إلى الحدود الإيران أي أن هناك تهديد مباشر الآن إلى إيران نحن نعرف أن منطقة ديالة وبعض المناطق التي وصلتها داعش لا تبعد إلا 25 كيلو عن الحدود الإيرانية فهذه هي الحرب الأساسية وجود مثل هذه الدولة أو ما يسمى بالأقليم سوف يقضع كل بغداد وتستخدم هذه كذراء عسكري واضح وفعال سعودي في داخل العراق وهذا يدفعني سيد زيد للاستمرار ما تتحدث عنه الآن يدفعني للتساؤل عن الدور الإيراني ورد الفعل الإيراني المتوقع حيال كل هذا في الحقيقة رد الفعل الإيراني بدأ وذلك باعتراف حتى الجميع أن الدولة الوحيدة التي وقفت ضد تمد الداعش وحاربت الإرهاب فعليا على أرض وهذا حتى باعتراف أقليم كردستان أي أربيل أن إيران أوقفت سقوط أربيل وكذلك أوقفت سقوط بغداد وهي ترد الآن بقوة على مشاريع إنشاء منطقة منزوعة السلاح ومنطقة حماية جوية في سوريا لأنه تعرف أن هذا المشروع هو مشروع مجرد للتخطية للتمدد باتجاه دمشق وإسقاط سوريا ومن ثم الانتقال إلى لبنان وذلك بتوسيع الاستراتيجية والانتقال إلى لبنان وكذلك عن مسألة ضعاف مباشر وابتزازها مباشرا لإيران وذلك بانتصار كامل للتوجه والجهود الموجودة سعوديا مباشرة لتدمير أي نفوذ إيراني في المنطقة اليوم نتحدث عن عودة للولايات المتحدة الأمريكية بقوة إلى المنطقة لعل الخطر الأمريكي كما يراه الإيرانيون هو أكبر بكثير من الخطر الداعشي أنا أتحدث عن ردود الأفعال الإيرانية حيال المخططات الأمريكية في الحقيقة في الحقيقة أن داعش هي أداوة ذراع عسكري فعالة أوجدته السعودي ومولته وسلحته وذلك بالتنسيق مع الأمريكان بايدن لا يقول الحقيقة عندما يقول نصحناهم وحاولنا إقناعهم ولكننا فشلنا الأمريكان كانوا يعرفون مشروعهم الأكبر أنه يجب استثمار هذه القاعدة وتحويلها من استهداف أمريكا وذلك للحصول على الدعم الجماهير الواسع إلى أداء محلية وأقليمية لتمفيذ المخططات السعودية التي هي الأكبر منها المخططة الأمريكية أمريكا يعرف أن المنفذ الأساسي على الأرض وليس فقط المنفذ ولكنه المتبرع بالتمويل لحماية نفسه هو السعودية التي تتبرع بنفسها لمهاجهة إيران ومحاربة إيران ومواجهة هذه الدول التي عندها إرادات مستقلة ولا تخضع للإملاءات مثل سوريا ومثل كذلك لحد الآن الفكرة أصبحت واضحة هذا هو التوجه الأكبر الفكرة أصبحت واضحة أسمح لي أن أنتقل إلى فقرة إقرأ كاتبا ومن ثم سنعود لمواصلة هذا الحوار السفير اللبنانية حبيب فياض ما قبل بريتال ليس كما بعدها لا يختلف اثنان من اللبنانيين على القول أن الخطر التكفيري الذي يتهدد لبنان بات يلامس دخوم الانفجار معركة الجرود الأخيرة في السلسلة الشرقية وما سبقها من معركة عرسال وضعتا لبنان على خط المواجهة المفتوحة مع الإرهابيين الذين انتقلوا في اعتداءاتهم من الاستهدافات الأمنية المحدودة إلى الهجمات العسكرية المتتالية المعركة في جرود بريتال ليست سوى فاتحة عهد جديد من الغزوات الإرهابية التي ستتكرر بمزيد من التصعيد وعلى نطاق أوسع في أكثر من منطقة لبنانية وفي المعلومات أن الإرهابيين سيتحركون في لبنان على أكثر من محور حيث أن الوضع في البقاع الغربي خطر جدا تفوق عدد السكان الأصليين مع ما يضمونه من خلايا إرهابية نائمة تنتظر ساعة الصفر للتحرك فيما إسرائيل بالتعاون مع قطر والأردن والولايات المتحدة وبالاشتراك مع تركيا تعمل على توفير منطقة عزلة للمسلحين تفرد كأمر واقع ابتداء من القنيترا وصولا إلى سفوح جبل الشيخ وهناك بحسب هذه المعلومات محاولة جدية لتمديد المنطقة العازلة بهدف وصلها مع منطقة العرقوب في جنوب لبنان وعلى ما يبدو فأن عملية مزارع شبع الأخيرة مجرد رسالة أولية من المقاومة إلى الجانب الإسرائيلي لدفعه على التراجع عن هذا السيناريو والكف عن اللعب بالنار ما يحضره الإرهابيون في الشمال كما تتضمن المعلومات هو الأكثر خطورة حيث هناك جهود حثيثة بين التكفريين وجهات محلية لإعلان الشمال إمارة تحت راية داعش معودين على تلك الإمارة للإخلال بموازين القوى في المعركة على امتداد لبنان لاعتبار أن الشمال هو الخزان الرئيسي للجيش اللبناني وبالتالي العمل على اتخاذ أهل الجنود في الشمال كرهائن معرضين للقتل والتنكيل ما قد يؤدي إلى إرباك الجيش قيادة وجنودا ما رأيك سيد زيد بما ورد في مقال الأستاذ حبيب فياض في الحقيقة المقال الواقعي وكذلك يدل أن نفس الاستراتيجية التي تبعت في العراق عندما في 2011 بدأنا بالتركيز فقط على سوريا وذلك بإشراف أمريكي وبتنفيذ سعودي قطري ابتدأنا في التركيز على سوريا لكسر سوريا باعتبارها الحلقة الأقوى في مسألة المقاومة بسبب موقعها الاستراتيجي وبسبب دعمها لحزب الله فكسر هذه الحلقة رأيناه يتوسع بعد فشله ويمتد إلى العراق وذلك لإشغال العراق عن دعم والإشغال الحكومة العراقية التي كانت موجودة عن دعم سوريا وإلها وكذلك معاقبة على رفض التسليح والتمويل واتباعها استراتيجية دعم سوريا ورأينا هذا الإلهاء يدفع بالمجموعات التي ذهبت من العراق إلى سوريا وذلك بعد دخول الأرهابين وبعد داعش لدعم الحكومة المنتخبة في سوريا نفس الاستراتيجية سوف تستخدم في لبنان وهذا التجوجه الآن يعمل عليه في لبنان بحيث تنقل كذلك داعش وبدأت نقلها إلى داعش من خلال المناطق الشمالية التغلغل في داخل لبنان لفتعال الحرب بحيث أنه يجبر عزب الله لترك سوريا والرجوع إلى لبنان وبذلك يتم التفرد هذا هو ما يريدونه بقاء داعش قوية وكسلات في داخل سوريا لتفرد بالنظام السوري ألا يوجد إرادة دولية برأيك لإبعاد لبنان عن الصراع العسكري الدائر في سوريا والعراق أنا في رأيي الإرادة الدولية عندما تتكلم عنها هذه الإرادة الدولية مصادرة بمجملها من قبل الأمريكا أمريكا هي التي تسيطر على وضع صح هناك نفوذ قوي لروسيا ورجع هذا النفوذ ولكن هناك مشاغلة وكذلك مشاغلة رأيناها لروسيا في اليوكرين ومشاغلة حتى للصين في هونغ كونغ لإبعادها وإشغالها عن هذه المنطقة الحساسة والجوهرية أمريكا تريد النفوذ كاملا وشاملا وتريد قوة مؤيدة لها بالكامل مؤيدة لها في هذه المواقع الحساسة أي في سوريا وكذلك في لبنان وكذلك في العراق هذه الدول يجب أن تطبح منطقة حليفة أساسية مثل ما أصبح الإقليم ومثل السعودية ومثل قطر أي منطقة منفذة للأوامر والإملاءات لا تمتلك القرار ولا يكون عندها أي ارتباط مع إيران فك الارتباط مع إيران وكذلك فك الارتباط مع أي توجه نحو روسيا رأينا العراق يعاقب عندما يتجه إلى طلب التسليح من روسيا بوتين يعطي السلاح بعشر دقائق طائرات مشابهة لأباشي بينما أمريكا لحد الآن مدفوعة الثمن ترفض عطاها بينما هي تسلح الإقليم ورأينا جسر جوي غير مسبوق من فرنسا ومن ألمانيا ومدربين على الأرض هذه الاستراتيجية الفعالة لإنقاذ عندما فعلا يريدون إنقاذ منطقة هم لا يريدون إنقاذ العراق لا يريدون إنقاذ سوريا يريدون إنهاء الحكم المتواجد في سوريا وكذلك الخطر يريدون بالتالي الذهاب منطلق إلى لبنان حرب طائفية دعني أختصر حرب طائفية شيعية سنية وذلك لإعطاء الكذبة الكبرى التي قامت عليها السعودي عندما قالت أنها المدافع على السنة سقطت هذه بعد الانتفاضات الشعبية في مصر واليمن وتونس لأن الشعوب العربية وكذلك الشعب السعودي رأى أن الغرض الأساسي هو دعم ديكتاتوريات مؤيدة ومنساندة للسعودية وليس أهل السنة التي وقفت السعودية ضدتهم وحربتهم في هذا الانتفاضة هذه الحرب الطائفية التي تتحدث عنها سيد زيد هي بهدف ربما طرح سايكس بيكو جديد في المنطقة في موضوع العراقي الداخلي أيضا رغم الخطر الكبير الذي يلف حاليا بالعراق وتحدثنا عن جزء أساسي منه في هذه الحلقة نرى بأن الاختلافات لا تزال قائمة داخل الحكومة وداخل الأطياف السياسية العراقية لا يوجد اتفاق على حقيبتي الداخلية والدفاع حتى هذه اللحظة يعني هل هذا الاختلاف برأيك مرده داخلي أم هو ضمن أو يعتبر جزء من الصراع الخارجي أو الإقليمي هو ذا شقين طبعا له أسباب داخلية رئيسية وذلك الصراع على المصالح والمكاسم لا زالت مع الأسف حتى كتل في داخل التحالف الوطني وهو التحالف الأكبر التحالف الشيعي ولكن هذا للتوضيح أن ما أقول شيعي هذا التحالف لا زالت الخلافات فقط على المناصب والمراكز ورأينا في تشكيل الحكومة يعاد توزيع المناصب والحصص بين هذه المكونات وهو كله تحالف واحد هناك كذلك شق خارجي هناك مسألة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية أمريكا دخلت على الخطوة تريد أن يكون الوزيرين متعاونين معها وتريد كذلك السعودي أن يكون لها تأثير وخصوصا بعد استخدام داعش وإرسالها إلى داخل العراق واحتلال الموصل واحتلال كذلك تيكريت والأنبار تريدها أن يكون حكومة كما طالبت بوضوح ما يسمى حكومة واسعة تمثيل وشاملة ولكن الخطر الموجود حقيقي أمريكا تتدخل وتضغط على الحكومة العراقية في هذا الشأن وأيضا إيران تتدخل وتضغط على الحكومة في هذا الإطار أيضا وهناك بعض الشخصيات طرحتها إيران وتصر عليها ولهذا نجد أن الخلاف أصبح مشددا ومركزا طبعا إيران لها نفوذ في داخل العراق أنا قلت هذا الكلام والحرب الموجودة الآن هي لإنهاء هذه النفوذ وإضعافه بدرجة كبيرة وقد رأينا وقد رأينا الضغط الأمريكي ووجود داعش على الرارض واحتلال أجزاء كبرى من العراق أثر كذلك على القرار الإيراني وأوجد هناك مرونة أكبر في الساحة بحيث أن بعض الكتل في داخل التحالف الوطني وقادتها المجلس العالو والتيار الصدري ضغطوا باتجاه أنه هناك يجب أن يعزل المالك وهذا كان شرط موجود كذلك أمريكيا أي أمريكا طالبت بحكومة واسعة التنفيذ مع وجود قيادة جديدة أي رئيس وزراء جديد ولكن هذه ليست كفاية هذه مسألة شكلية أمريكا تريد أكثر والسعودية تريد أكثر والحجة التي عندهم أن مهما أعطي التنازلات هذه المعضلة للسياسيين الموجودين السنة تقول داعش والأقطاب المتطرفة مثل العشار التي تحرم أن هؤلاء خونا ولا يمثلوننا أي المطالبات بصورة أكبر ولا يوجد صقف لهذه المطالبات لأن المطلب الرئيسي ودعني أقوله بصراحة هو دولة داخل دولة أي إقليم كامل مستقل ذات صلاحيات كاملة يستلم مبالغه من بغداد هذا هو ما يريدونه أقل من هذا الشيء غير ممكن وهؤلاء السياسيين الموجودين في بغداد الذين يقولون أنهم يمثلون السنة حسب بعض العشار وحسب داعش التي تحارب هؤلاء مجرد ممثلين عنا في بغداد أي يساهمون في حكم بقية المكونات المكون الأكبر الشيعة وهؤلاء لا يمثلوننا هؤلاء مجرد سفراءنا في بغداد ولهذا مهما أعطي التنازلات هذه التنازلات سوف تكون غير كافية وغير مجدية مع تبديل رئيس والوزراء ومع وجود رئيس وزراء فاعل جديد ذو مرونة عالية يتقبل الأراء ولكن لحد الآن أمريكا لم تساهم بالطريقة التي وعدت بها بل أن سيد زين سؤال أخير أنها تزيد الضغوط سؤال أخير الآن الحكومة العراقية تؤكد في العديد من التصريحات لرئيس الوزراء عدم سماحها بتواجد قوات أمريكية على الأرض العراقية أو إقامة قواعد عسكرية أمريكية هل تعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية في مرحلة من المراحل ستنجح في الضغط على الحكومة العراقية لتغيير رأيها وقرارها في هذا الموضوع ولهذا السبب رأينا التمدد الداعشي في منطقة الأنبار العراق يجب أن لا يكون عنده شروط الحكومة العراقية الموسعة الجديدة يجب أن تكون خاضعة بالكامل لأمريكا هذا ما تريده أمريكا في وجود داعش على الأرض هذا السلاح تستخدمه أمريكا وتطلقه على الحكومة العراقية وكذلك تقويه وتدعمه السعودية لأخذ تنازلات يريدون العراق أن يتنازل حكومة تتنازل بالكامل تعتمد على ما يسمى بالضامن الأمريكي رأينا أطراف سياسية من المنطقة الغربية يقولون يجب أن يكون الضامن الأمريكي والمفاوض الأمريكي حاضرا ونريد ضمانات موجودة على الأرض أي أمريكا موجودة على الأرض ورأينا في الاجتماع الأخير أحمد أبوريشا يقول يجب أن تكون هناك قوات أمريكية على الأرض في منطقة الأنبار ويجب أن يكون الأمريكان موجودين على الأرض أي الأمريكان تضغط لإرجاع نفذة وقواعدها على الأرض وشروط الحكومة العراقية يتم إضعافها عن طريق استخدام الذراع العسكري والذراع المسلح وهو داعش لإخضاع الحكومة العراقية بالكامل للإملاءات وهذا هو غرض حكومة موسعة شاملة أي حكومة ضعيفة مهزوزة حكومة مركز لا تسيطر على الأطراف بل فقط تسيطر على المركز في بغداد وهي حكومة ضعيفة خاضعة للإملاءات والأوامر شكرا لك سيد زيد العيسى الباحث والمحلل السياسي كنت معنا من لندن شكرا على هذه المشاركة ونشكر بالطبع لكم مشاهدين الكرام طيبة المتابعة إلى اللقاء موسيقى 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 اشتركوا في القناة